الله أكبر مرتدية نيثوب الحداد من جديد خرجت جماهر شعبنا في محافظة جنين في وداع الشهيد ربيع فيصل زكارنا إلى مثواه الأخير في مسكة رأسه بلدة قباطية بعد إعلان المصادر الطبية في مشفى الرازي بالمدينة عن استشهاده متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في رأسه السبت الماضي والله أنا حزين وعيوني حزناني والله بس والله في دموع الفرح في القلب لأنه طلب الشهادة أنهلها والحمد لله رب العالمين والله كنت مستعد من تزوجه وخطب طله عمره 15 سنين والحمد لله رب العالمين نصيبه خلص ما لهش نصيبه يتزوج الحمد لله الشهيد ربيع فيصل زكارنا 22 عاما أصغر أخوته وسندهم كما تقول عائلته المكلومة على فراقه حيث كانت تستعد لتزوجه بعد أن ارتبط بفتاة سابقا ليقتل الاحتلال فرحة عائلته قبل أن تكتمل الحمد لله الأخ سند الحمد لله رب العالمين اصطفى شهيد لا اعتراض على حكم الله والله شلع كلبي من هون ربيع كل شي بحياتي ربيع كل شي بحياتي ربيع روحي روح في دا بس لا اعتراض على حكم الله وكانت بلدة كباطيا ودعت السبت الماضي أيضا الشهيد الفتى معتصم عابد والذي يصيب في ذات العدوان الاحتلالي على البلدة فيما لا زال عدد من الجرحة يتلكون العلاج بعد إصابتهم برساس الاحتلال بصورة خطرة رساسة إسرائيلية واحدة أطلقها جندي احتلالي كانت كافية ليترجل الشهيد ربيع عن صهوة جوادي لتعيش عائلته الوجع مرتين الأولى عند إصابته واليوم عند مواراته الثراء من بلدة كباطيا أحمد نزال تفزيون فلسطين جن